بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل في برنامجكم ملك وكتابة حلقة خاصة إطارها العام الإخلاص تستحق المتابعة والمشاهدة بإخلاص إبراهيم أهلا بك برش مهندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما في ملك وكتابة هي فعلا فترات مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي في إطار أيضا سعي النادي الأهلي بكل قوة لتدعيم صفوفه لبدء موسم قوي جديد للاستمرار باللعب دائما وأبدا قرب منصة التتويج الأهلي بعد أنهى الموسم المحلي بالفوز بالدوري والكاس أبرم بعض الصفقات المهمة وهذا هو يستعد بقوة لأقرب تحدي مع الترجل تونسي بش مونسي نتمنى يعني الخطوة القادمة دي هي أهم الخطوات هي اللي فيها زي بابولوا إيه البهريس كله يعني هي دي اللي لو عملتها بقى نرجع ثاني نمسك بتلبيب ريال مدريد ونلعب مع الكبار إن شاء الله بداية الأخبار بتاعتنا يمكن جولة متنوعة مبين بيان للأستاذ رجائي عطية عضو النادي الكبير وأحد أعضاء اللجنة المكلفة هتقول البيان قبل العنوين آه طيب قال للأستاذ رجائي عطية أرجو أن يكون واضحا أننا لن نجتمع لانتخاب زيد أو عبيد وإنما فقط لإقرار لائحتنا الخاصة وتفويد فرص التطبيق الإرشادية التي تضر بنادينا ضررا بالغا لم يسمح لنا القانون سوى بإقرار اللائحة ككل أو رفضها ككل إقرارنا للائحتنا لا يمنعنا مستقبلا من التعديل فيها لم يعد هناك مجال الآن لمناقشة هل تكون الجمعية على يوم أو يومين قررنا دينا أن تكون على يومين وهو قرار لا يخالف القانون علينا جميعا أن نذهب يومي 25 و 26 كل في لجنته لإقرار لائحتنا أذكر نفسي وأذكركم وأذكر الجميع أن هذه لحظة فارقة ولا مجال فيها للخلاف وسوف نحمل المسئولية أمام التاريخ لو أخفقنا أتمنى من الله ومنكم أن نذهب جميعا ونقر لائحتنا مع أطيب التمنيات لدينا ولكم حقا الأهل فوق الجميع ده بيان يمكن آخر مصادر من الأستاذ رغاية أعطية لكن خلينا الأول نقول أبرز ما في الحلقة من عنوين كل الترجي التركيزي أهلي آخر الصفقات وعودة الأبناء ملوك ريمونتادة الوقت القاتل وزي ما أكد المهندس عدلي الإخلاص والسندباد مش أحسن مننا وأخيرا من فتح العام افرح يا أهلاوي مش مهندس النهاردة يمكن كلمني الأستاذ وليد مهدي مدير لجنة المباريات في النادي والحقيقة يعني عكف على انهاء مشروع اصدار البطاقات الموسمية أي وأعلن النادي على اصدار بطاقة حضور الجماهير للمباريات بعنوان أهلاوي وافتخر لمدة ثلاث سنين البطاقة بتتبيع لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من موسم 2017 وحتى 2020 من الدرجة الموحدة موضحا أن هذه البطاقة الزكية تمكن راغبي حضور المباريات من حضور أية مباراة للأهل بجمهور ويتمتح حامل هذه البطاقة ببعض الامتيازات تعد هذه البطاقة المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لحضور المباريات والذي تم تفعيله خلال الموسم الماضي وحقق نجاحا كبيرا مشددا على أن البطاقة معتمدة من النادي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة وسيتم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للنادي ومن خلال الرابط اللي بيظهر قدام حضراتكم أكد النادي الأهلي أن ثمن هذه البطاقة 44 جنيه يعني ب44 جنيه تقدر تحضر مطشاط الأهلي في الثلاث سنين وده ثمن طبعا مخفض جدا يعني هي البطاقة دي بس أنا عشان هفه البطاقة دي بتخليك تاخد تذاكر تشتري تذاكر تشتري تذاكر تسهيلا على الجماهير الرغبة في حضور المرات موضحا أن هذا المبلغ تحصل عليه الشركات المنفذة لمشروع بطاقات الحضور اللي هي شركة فالكون وكليم وفوري يحصل حامل هذه البطاقة على تذكرة لحضور لقاء الأهلي والترجي في دور الثمانية الأفريقي المقرر له يوم 16 سبتمبر المقبل إن شاء الله مقابل 16 جنيه التذكرة ياخدها في 16 جنيه ليصبح إجمالي ثمن البطاقة بالإضافة إلى تذكرة حضور مباراة الترجي 60 جنيه 44 و 16 جائد إن كل مباراة باحة يشتريها بسعر مخف بالزبط بس تضمنونه لازم يحصل على تذكرة لازم أن ياخدها وفيما يخص بعض الجماهير التي لا تجد التعامل مع الكمبيوتر وتسهيلا عليهم تقرر إرسال مظروف يحتوي على صورة البطاقة بالإضافة إلى صورة شخصية ورقم التليفون على صندوق بريد النادي الأهلي وعنوانه 3 شارع صالح سليم الجزيرة القاهرة وستتولى إدارة المباراة بالأهلي إصدار البطاقة والتواصل مع الجمهور لاستلامها مع التأكيد على أن إصدار البطاقة وكل بياناتها يتم داخل النادي الأهلي وفيما يخص متحد الإعاقة فقد تقرر استخراج بطاقة حضور الجماهير مجانا لهم بعد إرسال بطاقات الطالب وإثبات الإعاقة في ظرف على صندوق بريد الأهلي وتبدأ مراحل تنفيذ البطاقة اعتبارا من يوم غادن السلساء الموافق 22 أغسطس وحتى 5 سبتمبر القادم من خلال فتح باب التسجيل للحصول على البطاقة وتسكرة مباراة الترجي مع التأكيد على أن التزاكر المتاحة للقاء الترجي 15 ألف تسكرة وسيتم تسليم البطاقات لأعضاء النادي من خلال منافس فوري بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد أما بطاقات الجمهور فسيتم تسليمها عبر منافس سوبر فوري بجميع محافظات الجمهورية والمرحلة الأولى تبدأ اعتبارا من 12 سبتمبر القادم هنشوف في هذا الفيديو كيفية حجز بقى التزاكر للأكتوني عرض الصور بتالي في حاجة تانية هتعرضها؟ آه أنت عرضت وإحنا بنتكلم عرضوا أنت بتقرد طيب اللي هو 20 شمس المدير التنفيذي للنادي استقبل إنبارح في مقر نادي بالجزيرة الأستاذ حيام بدر قواسمي ده رئيس نادي أهل الخليل الفلسطيني كان على رأس وفد فلسطيني شقيق من النادي الفلسطيني حضر لنهاء تهنية الأهل بعد فوزه بكاس مصر وتحقيق الثنائية المحلية بعد التتويد بالدوري قام حيام بهداء النادي الأهلي كأس بطولة فلسطين زي ما أنتم شايفين في الصورة رئيس نادي أهل الخليل بيهدي كأس فلسطين للنادي الأهلي ده الكأس اللي توج به أهل الخليل على حساب شباب الخليل بركلات الترجيع في المغرأة النهائية وأشار حيام إلى العلاقات القوية التي تربط أهل الخليل بشقيقه الأكبر الأهل المصري ودعم مسؤوليه المستمر لنادي الخليل والرياضة الفلسطينية بشكل عام مؤكدا أن شعبية الأهلي في فلسطين لا تقل عن شعبياته في مصر وأوضح رئيس نادي أهل الخليل أنه عرض على النادي الأهلي إقامة مباراة ودية بين فريقاء الكرة في الناديين وعاده للواء شيرين شامس بدراسة الأمر عرضي على قطاع الكرة والجهاز الفني لدراسة العرض وفقا لارتباطات الفريق ورابطة محبي ومشجع الأهلي في غزة بقيادة الأستاذ أسامة عمر مهتمة جدا بدعمه أسامة عمر صديقنا وهو رئيس رابطة الهلوية تقريبا في غزة مهم جدا التواصل العربي هو اسم الأهلي المنتشر ده ما هو دلال على إيه؟ على أن الناس تتأسى بأهل القاهرة على ذكر الاهتمام العربي بالنادي الأهلي صحيفة عكازة السعودية تحدثت عن وجود عرض سعودي لاستضافة السوبر المصري وقالت أنه تقدم صاحب الشركة السعودية بعرض لاستضافة مباراة السوبر المصري لمدة ثلاث سنوات متصلة في ثلاث مدن مختلفة على أن تتكفل الشركة بكافة المصاريف الخاصة بكل الفرق ومسؤول الاتحاد المصري على أن يكون الرد سريع للبدء في المفاوضات مع الشركة والاتحاد المصري صاحب الشركة السعودية قال أنه جاي القاهرة إن شاء الله عقب أجازة عيد الأضحى عشان يتحدث مع المهندس هاني أبريدة لدراسة هذا الأمر من كافة جوانبه فيه تفاصيل نقصة في هذا الأمر عم ييجي وقولك أنا باستضيفكم وكلكم صوت وبعدين فيه اللي استفدناه فين الجايزة فين تحملك الجايزة من الشركة الرعية ما كويس الشركة المصرية اللي رعي للاتحاد برزندي كويس 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 إيه اللي وديني هنا وديني هنا عشان الناس هتستضيفني يعني اللي لازم تديني ميزة إضافية يعني أنت كنت أنت أنه ممكن تبقى فيه جايزة إضافية من عندك أنت لازم يعني أنا لا بتفاوض أتفاوض على كده طيب اتحاد الكورا النهاردة كان فيه اجتماع مهم كل ما أثير حوالين ربطة الأندياء المحترفة هنقدر نعمل دوري محترفين هنقدر نعمل ربطة للأندياء المحترفة تشيل شيلة الدوري بكل تفاصيله ولا لا اتقال كلامه تقال إن فيه انقسامات داخل اتحاد الكورا ما عرفش مين عايز يكون موجود في اللاجنة ومين من أعضاء المجلس مش عايز يبعد عنها لكن النهاردة بحسب بيان صادر من الاتحاد إنه عقد المهندس هانيا بريدة رئيس الاتحاد اجتماعا مع رؤساء أندياء الدوري الممتاز في مقر الاتحاد تم الاتفاق على أربع نقاط مهمة تسليم مشروع لائحة ربطة الأندياء لجميع الأندياء المشاركة في الدوري يعني هنبعد كاتحاد قالك هنبعد مشروع اللائحة بتاعة ربطة الأندياء للتمنتاشر نادي اللي في الدوري الممتاز عشان تبقى المسألة واضحة قدامهم واتنين حيشكل لجنة مشروع لمنخشطه والاتفاق عليه ولا هو ده اللي حيتنافز لا أكيد للاتفاق عليه وليس ما اجتمعوش بعد كده وحيشكل لجنة من المهندس محمود طهر رئيس النادي الآلي والأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واللوع محمد عبد السلام رئيس نادي المقصة والأستاذ فاز عريبي رئيس نادي طنطة والسيد نهاد حجاج رئيس نادي الأسيوتي بالإضافة إلى المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد ممثلا للاتحاد والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة على أن تتولى هذه اللجنة استلام ملاحظات الأندية اللي أنت عايزها على مشروع اللايحة وإعداد اللايحة تعرض على أنديت القسم الأول والتحاد والكرة لإقرارها خلال عشر تيام يعني مفترض خلال عشر تيام نكون انتهينا من حدوطة ربطة الأندية المحترفة إذن دي لابد أن المجموعة دي تشتغل بطريقة ورش العمل يعني كل يوم لازم يجتمعوا يكون عندهم صياغات وأفكار يتطبق عليها عشر تيام دي مش مدة كبيرة تمت أيضا منقشة موضوع عودة الجماهير هنقدر نرجع الجمهور ولا ده مجرد حلم ورغبة وخلاص تم الاتفاف الاجتماع على عقد جلسة أخرى بحضور الجهات الأمنية لتحديد طريق الدخول الجماهير في الموسم الجديد والعداد المسموح بيها والآلية اللي هتتعامل بيها الأندية ومدى مسؤولية الأندية عن اختيار جماهيرة ده بعد إطلاع الأندية على المواد الوردة بقانون الرياضة من المادة 84 وحتى المادة 92 التي وضعت عقوبات رادعة للمخالفين لأحكام القانون تم الموافع أيضا بأغلبية الحضور على تسجيل أربعة لعبين أجانب في قوائم الأندية وده النقطة مسار الجدل والاهتمام في اليومين اللي فاتوا فاكرين من فترة طويلة لما تقال أن اتحاد الكرة بيبحث زيادة عدد الأجانب لأربعة قال لك يبقى الأهل بيضغط والأهل عايز عنده لعب زيادة وعايز يمرر الأربعة لغاية لما جبنا الحلقة اللي فاتت واللي قبلها كابتن طاري إيحيا المدير الفني للزمالك وهو بيتكلم على أن الزمالك عنده أربعة أجانب أو خمسة وقال لك فيه اتصالات مع اتحاد الكرة علشان نزود العدد الأربعة وبالفعل الاتحادة هو يعني هو أصلا مش أسرار يعني ما بيش دخان من غير نار ده هو حتى التضارب أن التصريحات طلقت قبل القرار ما يصدر عشان كده كان فيه نوع من نفي اللي على استحياء نفي بطعم الموافقة يعني أو الإجابة فبس كان لدي بيقول لنا تفاصيل يعني زي مالك كان بيقول يعني قرار كان لأولي كده بيقول لك ثلاثة فوق السن وواحد تحت السن إنما دلوقتي أيو عايز حاجة طب ما أنا بأتكلم أوساش شوارب وأنت بتكلم لي تقول لي سمعني يريدنا التواصل مع المهندس صاحب المجاهد يريدنا التواصل مع المهندس صاحب المجاهد علشان نحاول نشوف هي إيه فكرة الأربعة أجانب هل بالفعل تلاتة في الملعب وواحد برا ولا الأربعة هيسمح بيهم بشكل قاطع ما فيش تفاصيل هل في واحد تحت سن ولا لا وهل التلاتة هيبقوا عادين عدك الأربعة عادين عدك هيتلقى منهم تلاتة يلعبوا الأربعة زائد واحد سوري أو اتنين سوريين أو اتنين فلسطيني أو واحد سوري واحد فلسطيني يعني كلام ضروري هيطلع فيه تفاصيل وسمعت إشاعة برضو لو صحيح تبقى حاجة غريبة جدا أني تحد بيقولك أن الأجنبي عقده ما زلتش عن ثلاث سنين إزاي الكلام ده طب واللعاب اللي عندنا عودها ربع سنين عن نعمل فيها إيه الأجانب لأ وانت مالك أنا دفع مبلغ كبير هو فيه كده يعني برا فيه كده ولا كل شوى نعمل حاجة عشان بس نقعد نخلق دم اللي نتكلم عليه ونتكع عليه كل شوية اليوم السابع بينقل على الأستاذ مرتضى منصور أنه بيقول الحبس تلت سنين وغرامة 200 ألف جنيه لأي مشاغب في روابط الأندية ده بيشير إلى أنه لايحة ربطة الأندية المحترفة لأي روابط كشف مرتضى منصور عقب اجتماع اتحاد الكرة وأنديت الممتاز لوضع لايحة ربطة الأندية المحترفة أن الدور الجديد سيشهد عودة الجماهير من أول أسبوع بأعداد قليلة وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديدة يتضمن الحبس والغرامة المالية لأي لأي من يخرج عن النص وحبسه لمدة ثلاث سنوات أو أكثر وغرامة مالية كبيرة لمنع الشغب في الملاعب وقال اليوم السابع أيضا أن مرتضى منصور بيطلب ترشيح ممثل للجبلية برابطة الأندية من خارج مجلس أبريدة والحقيقة ده اللي لازم أن يكون موجود لأنه إذا كنا بنقول أن الأندية ترشح واحد من برى المجلس يعني يمثل النادي الأهلي في الربطة السادة إبراهيم والغرامة من وجود ممثل الاتحاد إيه إنه كوردونيتر منصق يستطيع لكن هو بره أعتقد أنه بيبقى فيه بس مالوش صوت مالوش صوت داخل الربطة لكن لازم بيبقى موجود عشان يشوف الكلام اللي بيتاخد ده متفق مع سياسة الاتحاد العامة والمصابقات والإجراءات وإلا لما يبقوا الاتنين كمان من بره ما فيش أي نوع من الربط بس هو ما بيقالوش صوت يعني مالوش حق التصويت طيب الجبلية والأندية تجددان الثقة رسميا لعمر حسين وده الحياة تأكيد على نجاح الحاج عامر حسين في إدارة المسابقة بشموندس الموسم اللي فات برغم كل الصعوبات والتأجلات والضغوطات والارتباطات الكتيرة إلا أنه في النهاية كمان جميل معنى كده لجنة المسابقات بره إطار لجنة أندية المخترافين هي لجنة الأندية اللي وفقت كمان يعني أعضاء الأندية أو رؤساء الأندية في اكتماحهم النهاردة توافقوا لأنه لازم يحسن الأمر بدر شوية آه يعني حتى الربطة حصل توافق عليه توافق عليه وهو يستحق هذا هو يستحق هذا بس معرفش بقى إبراهيم نور الدين يستحق هذا إبراهيم نور الدين كيف سيدخل الملاعب المصرية ويحكم أنا مش عارف أنا مش عارف الحاكم الدولي يعني الراجل يعني حصله يخرج من الكبوس البداع الفيصالي والاعتداء عليه واللي حصل رايح يحكم مباراة مالي وموريتانيا حسب لمالي ضربة جزاء في بداية المطش وضاعت يعني الأمور الراجل والله ما جسرت في ديئة تلاتة واربعين أوقف المباراة بسبب قيام الجماهير المالية الجماهير المالي برمي زجاجات المياه على دكة الاحتياطي بتاعة منتخب موريتانيا الفريق الموريتاني اضطر أنه ينزل يبقى في الملعب خلال فترة الاستراحة ما بين الشوتين بعد فشل الأمن في الفصل بينهم احتسب الحاكم ركلة جزاء ضعها لعب المنتخب الموريتاني كما قام بطرد أحد لعب الفريق المالي بعد تدخل عنيف قوات مكافحة الشغب تدخلت في نهاية المباراة لحماية الحكم من غضب الجماهير وقامت بإطلاق عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع دي المباراة كانت يعني كل ده في المباراة للتقاهل لبطولة أفريقيا للمحليين باش موانس المباراة كانت في مالي في باماكو في باماكو وضربة الجزاء كانت لمرتاني وضعت وضعت معلش بس لمرتاني وحصل طرد لأحد لعب الفريقي المالي طيب هل القرارات دي كلها سليمة ولا مش سليمة لازم كان يتقلنا ان هي قرارات متفق عليها لا تصير اي غضب يعني لكن احنا ازاء ظاهرة دلوقتي ان محدش عايز تحسب عليه قرار مؤثر يعني كيف للحكام ان يمضوا بأي مصابقة في الساحة الافريقية ابراهيم نور الدين تطارد هذه السمعة محليا وخارجيا دلوقتي وزي ما كل الناس بتترصد له يعني عرفوا بقى انه هو عنده مشكلة فبيتكولوا على كل حاجة معرفش حظوا شخصيته في دارة برضو انا شفت له صور حتى في عز من الشرطة محصراه والناس بتعترض بيتحك بيحاول يبدو المتماسك لكن ده دحك استيري هو لما يضحك والراجل بيزقه وبيديله برصية هل ده رد فعل طبيعي لا ده حاجة فلازم ان يبهل ان هو لازم ان يكون اكثر صربه اكثر من كده بتتحك علي ايه بص في عينين اللي قدامك صح لا حتتحك له هتديلك اه تحك له علي ايه يعني هو منظره برضو لا ما فيش انت مش في لحظة انك تبتسم فيه ما فيش انسان طبيعي يبقى الناس بتعتاد عليه وبيضحك إلا اذا كان عايز يغيزهم يعني انت عايز تغيزهم لا يعني انا بشوف الامور لازم تبقى طبيعية اكتر من كده صحيح كل التراجي التركيزي اهلي لانه فعلا اللي جاي مهم جدا بعد الفاصل